السلام عليكم ازيكم حبيبي يا ربي تكونوا بخير. اعمل لكم وصفة حل وقوي. هتعجبكم ان شاء الله. طعمها حل ومختلفة. مغزية جدا. اه بتدي كمية كبيرة. يلا بنا سامي بالله الاول ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. انا جايب كيلو الا ربع لحمة مفرومة. خطت عليها بصلايا كبيرة. بشرتها عادي بالمية بتاعتها. جبت ربطتين بقدونس. اللي هو مش عاوز على البقدونس لانه فعلا غالي وبيبقى لاي القوي. بلاش? ممكن تستغني عنه. اه جبت التوابل بتاعتي. معلقة سبع بغارات. معلقة كبيرة. معلقة فلفل اسود. الملح بتاعنا. اه نص معلقة كمون. تلات معلق ديء. معلقة بيكين بودر. يبقى دي توابلنا اللي احنا هنحطها على الكفتة اللي هنعملها. الوصفة مش وصفة كفتة خالص. اوريها لكم بعدين. اتعرفوها بعدين. خلاص كده ندخل كل المكونات في بعض. لقيت الجوانت في وش كده. قلت لبسه. ما عندي كيش مش مهم خالص. نقلبها عادي ونخسر ايدين على طول. هندخلها كلها في بعض. آآ جربي. التدبيلة دي مع الدقيق. بلاش بقصومات. ودعيلي. بجد والله بتبقى تعم اللحم حالو قوي. وما تحسيش ان انت حطة فيها حاجة. خلاص اندخلها كده خلاص خلصت كده. احطها على جنب. جايب انا كيلو ونص بطاطس مقشراها. هنقطعها شرايح لا يدخينة ولا يرفيعها شرايح وسط. النصينية بتاعت كبيرة. نقطعهم كلهم وناخدهم كده نشطفهم تحت المية وخلاص. زي ما بقول لك اكلة مغزية وطعمها حلو قوي. عندي تلات اربعة تماطماط. اعطعهم برضو شرايح نفس حجم البطاطس. نخليهم كلهم حجم واحد. اهو. عندي نص قرن فلفل احمر ونص قرن فلفل اصفر. مش كتير. هم اخر حاجة كانوا عندي قطعتهم. ما عندي كيش فلفل الوين مش مشكلة ده هو نص ونص كانوا عندي بس مش اكتر. عندي قرنين فلفل اغضر. بس محتاجة بس فلفل اغضر رومي. قرنين تلاتة عندك برضو حطيهم. خلاص كده هنحطهم على جنب. اهو زي ما انت شايفة الخضر كله على جنب اهو. اللحمة المفرومة او الكفتة بتاعتي هتعملها دوائر. لا هي تخينها برضو ولا هي رفيعة. هقولك كمية اللحمة مع البطاطي زي بتعمل لك اكلة كبيرة قوي. وحلوة كده. حلوة بجد والله قوي. خلاص هعمل الكيميانة كلها. وحطها في الطبقة عندي او السيرفيز كده على جنب. عشان اجمع عصانية مرة واحدة. خلاص كده. اهو زي ما احنا شايفة عما اكلنا الكيلو اللي ربع عمل لنا كمية كبيرة. كمية حلوة وتأكل وتشبع بجد. نجيب الصينية بتاعتي اللي هحط فيها الكمية دي. بطاطسايا عليها ايه يقولي برجرايا كفتايا. الفلايا والطماطمايا والبطاطسايا كمان. نجمعهم كده زي ما احنا شايفين. اهو. وبطاطسايا احط عليها حاتة اللحمة كده او حاتة الكفتا. عليها طماطمايا. فلفلية خضرة. آآ فلفلية صفرة. نحطهم كلهم. نملة الصينية بتاعتنا. بص التقديم براحتك. يعني انت لو مش عاوز التقديم ده ممكن تعملها بطريقة كنتي لتريحك. يعني انا عملت لك الوصفة وانتي ممكن تغيري لو هديها دايقك. او تخنقك مسلا انت بتستحق عاملة زي بتحبيش تطويلي في المطبخ. ممكن تعمليهم فوق بعض ما فيش مشكلة. خلاص انا عاملة الصينية بتاعتي كلها. اهو. لا لسه الوصفة لسه شوية. اهو خلاص كده ما لسه الصينية بتاعتي شايفة يكفيش شكلها والله يا جميع. شكلها حلوة قوي. اهو. يلا بينا نروح على البتجاز. هنعمل الصلصة بتاعتنا. شوية صلصة حكاية. آآ معلقة زبدة كبيرة. آآ رشة آآ زيت. مش كبيرة رشة زيت بسيطة. معطعنا بصلايا آآ كبيرة. مقطعها مكعبات صغيرة. يبقى انا مقطع لانا ما حطيتش بطاق بصل في البطاطس. فانا حطيت البصل هنا في التقلية بتاعتي. او الصلصة اللي هرشها على البطاطس. بصلايا كبيرة مقطعها آآ مكعبات صغيرة. هرش عليها رشة الملح عشان تدبل بسرعة. انا عاوزة تدبل بس. انا مش عاوزة حمرها. ولا تصفر حتى انا عاوزها تدبل بس مني. اكون انا دقة على جنب كده معلقة التوم كبيرة. عاوزة تقطعي التوم براحتك. انا دقة معلقة التوم كبيرة. اهي اول ما دبلت البصلة هنزل عليها بالتوم بتاعي. اهي المعلقة. رحت التوم تطلق. خلاص كده. ما عاديهاش اكتر من كده عشان مش عاوزة حمري التوم ولا البصلة. رحت التوم هتطلع معي. اكون انا ضربة في الخلاط آآ خمس ستة طماطمات. هنزل عليهم بالتوماتم بتاعتي اهي. لان انا برضو مقطع طماطم في البطاطس فمش محتاج ان انا عمل طماطم اكتر من كده. خمس ستة طماطمات ضربتهم. احط التوابل بتاعتي دلوقتي. التوابل بتاعتي انا حطي خلي بالك. عشان انا حطي توابل في اللحمة المفرومة. في الكفتة. فحط هنا فلفل اسود وملح. ومرأة الدجاج بس. مش هحط اكتر من كده. انا حطي هناك سبع بهارات. وحطي نص معلقة كمون. وحطي فلفل اسود. وملح هناك برضو. فمش عاوزة ازود البهارات انا بحبش اغير تعم الخضار خالص. فحطينا هنا في التقلية بتاعتي او الصلصة بتاعتي. ملح فلفل اسود. آآ ملأة الدجاج. تتسبك معي والزيت يطلع على الوش. مش عايزة تقلها جامد. لأ انا عايزة زيت بس يطلع على الوش. خلاص كده. هنزل بيها على البطاطس بتاعتي. خلاص كده هننزل بيها اهي. وفي خطوة كمان مهمة لازم تعمليها. لشان البطاطس ما تطلعش معاك نية. لازم تحطي كوباية مية او كوبايتين مية. تكملي بيها. لان البطاطس في الوسط ممكن تبقى نية معاك. المية هتسويها لك حلوة قوي. خلاص هنحط كوباية مية كبيرة. هورغالج دلوقتي انا عوز اهو شايفها المية توصل ازاي لغاية فين. اهي كده حلوة قوي. خلاص هرش رشي زيت بسيطة. وغطيها. ما عندي كيش غطأ. واللي فيها بها على عين البتاجاز من فوق قادي جدا مش هنحطها في الفرن. بعد ما نخلص نبقى نديها وش كده على تحت الشوية. خلاص كده. البتاجاز بتاعنا شايفة شكلها عاملة ازاي. لا بجد تحفة بجد تحفة. خلاص كده تتشرب المية بتاعتها والبطاطس تستوي واللحمة تستوي. هوريها لكم برضو. اهيش اتشربت البطاطس بتاعتي. الفرن بتاعي الشغال. تحت الشوية تاخد لون بسيط يا مش محتاجة والله. بس هقومي ديها لون بسيط كده. وخلاص نطلعها دلوقتي. اهي. اي راييكم في الجمال ده. شكلها حلوة طعامها حلوة راحتها حلوة. عامل انا جنبها شوية رز كده حبة وحبة. اهو شايفة عاملة ازاي? السوس من تحت تحفة بجد. اهو. شايفة السوس اعمل ازاي من تحت تقيل مش خفيف. فما حلو. صنية البطاطس لها كزا شكله كزا طعمه. وكلنا بنعمل صواني بطاطس مختلفة. بس الصينية دي حلوة اوها تعجيبكوا ان شاء الله جربوها. الكفتة شايفين عاملة ازاي? الكفتة طعمها حلوة اوي فيها. البطاطس واحدة من طعم الكفتة. السوس بتاع الكفتة طبعا نزلت على البطاطس. والكفتة نفسها اخدت من طعم الخضار والتقليق والسلسة. فكلهم اخدين من طعمه بعض. ما دين طعم حلو قوي بجد. جربوها. وقولولي رأيكم. شايفين البطاطس دايبه ازاي? لازم المية عشان البطاطس ما تنطلعش ناشفة معيك. اهو. خلاص كده. اتمنى الوصفة تعجيبكوا وتقولولي رأيكم. وبالفة هنا ومع السلامة. اشتركوا في القناة ابن رأيكم. بلد انظرهم لديели honestly ابي ل exemسب. نازلهم بعض التقليل ايضا لدอ بيجد bênك. چخصدف على انظرهم الوصفة مع اينينui.